وحول هذا الموضوع معنا عبر الساتليت من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة بداية المساء الخير استاذ نايل كما تعلم بأن وكالات ائتمانية عالمية خفضت التصديف الائتماني لدولة قطر وذلك على خلفية قرار عدد من الدول العربية قطع علاقته الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة كما من المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيفها التالي لقطر في الخامس والعشرين من أغسطس الحالي في توقعاتك إلى أين يتجه الاقتصاد في الدوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية مساء الخير عليكم على جميع مشاهدين قلاتكم وقرة بالنسبة إلى الاقتصاد منذ اليوم الأول وهي اتجاه الاقتصاد القطري إلى الهاوية والانخفاضات القوية واتجاه رؤوس الأموال إلى خارج قطر وسحب الأموال إلى خارجها هذا دليل على أن هناك مشاكل اقتصادية قوية بها قطر واتجاهها إلى سحب السيولة أيضا من صندوق السيادي الاتجاهات الاستثمارية إلى الخارج أدت إلى أيضا انخفاضات مثل ما ذكرت أن هناك في البورصة وغيرها أدت إلى تضخم في الاقتصاد القطري في الداخل على المقيم وأيضا على المواطن القطري أدت إلى ارتفاع الأسئار أيضا لا ننسى أن هناك خروج هذه الاقتصاديات أدت إلى مشاكل اقتصادية كبيرة وأيضا مثل ما ذكرت تقرير إذا كان هناك ضرابة للأموال أو غيرها سوف يكون هناك بسبب التضخم الداخلي في قطر وليس من الخارج نعم أستاذ نايل السفير القطر في ألمانيا صرح بأن أزمة بلاده مع دول عربية وخليجية سيتجاوز تأثيرها اقتصاديا منطقة الخليج ليمس أي شخص في أي مكان في العالم ما هو تعليقك حول ذلك؟ هل الدولار الأمريكي مرتبط بالريال القطري؟ بل الريال القطري هو المرتبط بالدولار الأمريكي وهذا سوف يتجه سلبا على الأزمة الاقتصادية وهناك سوف يكون مشاكل قوية بالنسبة لقطر بيكان في الاقتصاد أولا وغيرها من المشاكل الأخرى الاقتصاد وخروج الاستثمار سوف تكون هناك أزمات اقتصادية في داخل قطر وليس من خارجها ولاحظنا أن هناك بنوك بقبل أيام بنوك عالمية قد اشترت قروض أيضا في قطر وأيضا لا ننسى أن دولة الإمارات والدول الأربعة أيضا اشترت قروض بمبالغ زهية جدا واتجاه قطر أيضا إلى سحب السيولة من الصندوق السيادي هذا دليل على أن هناك أزمة مالية وهوي الريال القطري إلى أدنى مستوياته ولا ننسى ذلك بهوي البورصة أيضا نعم من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرا شكرا جزيلا لك